حيث يقوم الشيوخ وعلماء الإسلام بتلاوته بالطريقة الصحيح وليس للتشبيه بالغناء الذي وصفوه بأنه محرم المطالبة بعمل إبلاغات لغلق قناة الأغاني القرآنية علق الناشط علي عبد المجيد فقال قال تعالي ولا إن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا حول ولا قوة إلا بالله هناك قناة علي اليوتيوب يتم قراءة القرآن فيها على شكل أغاني ما يتنافي مع قدسية القرآن الكريم وطالب علي عبد المجيد بعمل إبلاغات على القناة الجديدة ليتم إغلاقها بسرعة واصفا وجود قناة تدعى أغاني قرآنية بأنها مهزله واستخفاف بالقرآن حيث يتم قراءة القرآن بطريقة أغاني الراب أما الناشط علي الروحي فقال الفترة الأخيرة ظهرت فئة يسمون أنفسهم قراء للقرآن ولكن للأسف حسب ما نرى هم بعيدون عن ذلك قراءتهم يضعون فيها موسيقى في الخلفية وأصوات ومؤثرات تحسن من أصواتهم وتغيرها تماما وتصبح كالموسيقى تماما وكأنها ليست أصواتهم وهي أقرب لأصوات الأنلات وكل هذا غير مقبول أثارت قناة أغاني قرآنية ضجة كبيرة الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الأمر الذي دفع النشطاء لعمل بلاغات على القناة وطالبوا بالعمل على غلق القناة لإساءتها للقرآن الكريم والتي وصفوها بأنها تعمل على تشويه صور وآيات القرآن الكريم حيث أظهرت القرآن بالشكل غير اللائق له وبالفعل تم إغلاق القناة التي تضم المشاهدات العديدة وبعد ساعات ظهرت قناة أخرى بنفس الاسم وعدد من الصفحات عبر الفيسبوك وحسابات إنستجرام بنفس الاسم أغاني قرآنية ما تسبب في غضب النشطاء معاودين الكرة مرة أخرى بعمل العديد من البلاغات لغلق القناة والصفحات المسيئة للقرآن وتمكن بعض النشطاء